أهلا بحضراتكم مشاهدينا هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيع السوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة وأكد رئيس السيسي خلال اتصال هاتفين أجره مع رئيس الوزراء العراقي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة رئيس السيسي مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون السنائي المشترك في شتى المجالات والتقدير للجهود المصرية الدعمة للشأن العراقي على كافة الأصعبة وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز أليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال الشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي خاصة من خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع الأردن